اشتركوا في القناة تشهد فطورا كبيرا وأزمة صامتة منذ إحجام السلطات المغربية عن استعادة مرحلها من فرنسا الشتاء العام الماضية كما احتجت الرباط على مواصلة باريز خفض تأشيرات مقابل عودتها لطبيعتها بالنسبة للجزائر وتونس وأجل رئيس الفرنسي إمانويل ماكوز زيارته للمملكة المغربية في مناسبتين سابقتين في شهر فبراير ومارس المنصرمين في ظل توثل العلاقات الثنائية بين المغرب وحليفه التقليدية فرنسا هذا وفي خبر آخر أحدثت سفارة المغرب في المكسيكا خالية تواصل لمتابعة أوضاع الجالية المغربية على خلفية الزلزال العنيف الذي ضرب غرب العاصمة المكسيكية أمس الاثنين وعلم لدى تمتيلية دبلوماسية للمغرب بمكسيكو عدم إصابة أو وفاة أي من المواطنين المغاربة المقيمين في المدينة وأكدت سفارة المملكة أنها تتابع عن كتب تطورات الأوضاع في المناطق المتضررة وهي معبأة لمساعدة أفراد الجالية المغربية بالتنصيق مع السلطة المكسيكية وبلغت قوة الزلزالة حسب خدمة رصد الزلازل الوطنية بالمكسيكا 7.7 درجات على سلم ريشتر ولم يخلف سوى وفاة الشخص واحد حسب البيانات الرسمية نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء